الملك غازي ما طول كثير لأن حادث السيارة أيضا هذا حادث يعني مرتب يعني هكذا تقول بعض المصادر نعم صحيح عندنا مؤشرات أنا أقايد لك أنه الإنجليز يكرهه وهو يكره الإنجليز ونوري كان أيضا لا يثق بالملك بطريقة إدارته للحكم والملك كان خايف وكتب بعض المذكرات أنه أنا معتمل أن أقتل لكن الحادثة تلك الليلة اللي صارت اللي ضرب بسيارتها أمود الكهرباء يعني هناك حوافز يبدو جعلت الملك يستعجل هذه الحركة بالتحقيق ناقص يعني لا يمكن أن يترك التحقيق الجنائي في أيدي يعني منركز شرطة يقوم بالعملية كان مفروض أن يقوم بالعمل كبار رجال الشرطة هي اللي تتولى أما نتركه بيد مركز شرطة المنطقة لا هذا ملك ميت مو مواطن عادي أيضا من كان مع الملك بالسيارة لم يتابعون ولم نعرف شيء عنهم شنو كان وضعهم داخل السيارة وما زالت مجهولة لحدنا هذه لا تزال من المجهوليات الموجودة الملك مات لأنه تقارير طبيب العائلة سندرسون باشا ليس اللي قالها بيوم وفاته أنا أقرأ لك التقارير اللي كتبها بعد خمس سنين من وفاته من الحادث لأنه هو من انضرب فقد الآن نجي عاد شهادة الملك صدق له تذب تدري ملك سجو ومات وجمعة والحكومة كلها بالبيت فالتقرير الطبي قال خلاص الآن من يصير ملك احنا عدنا بالبيت الشخصيات الأمير زيد عم الملك وأخو الملكة عبدالله هذه اللحظة التاريخية يعني احنا عدنا بالتقاليدة الإسلامية من يكون الأولى الخالة من العام العام لكن العالية تريد أخوها مو نوري يريد عبدالله الطباط الأربعة اللي راي يساولنا مشاكل بعدين رادوا عبدالله ما رادوا زيد ليش زيد صاحب خبرة صار العمر صوال حكمة وهو ضابط في الثورة العربية والآن هو الدبلوماسي أقضى وقت طويل الإنجليزة ما يردوه خوفا شون وقاء الاختيار على فيصي هنا أنا قصدك شون وقاء الاختيار على عبدالله جابوها العالية قلوا إنتي يا بالملك مات يعني ترك وصية شي قلت إي والله ترك وصية في الأوراق بس أنا معرف بها وين بس هو إلي يقال لي إذا صار عليه شي ترى عبدالله يصير هسا إحنا كمورخين من نرجع نقرأ العلاقة بين الملك وعبدالله ضعيفة لاحظة هسا كل الصور تشوف قليل عبدالله من الملك الملك في عالم وعبدالله في عالم عبدالله كان لا يزال موظف صغير في وزاعة الخارجية ولم يسجل عراقيا لا يزال يحمل الجنسية الحجازية فبالتالي السؤال هو قبل ما يموت قل لها أنه عبدالله أكيد قبل الآن بعد ما يموت لا ما كان يقلل يحكي الملك لأن كان مغمي عليه لأنه مات هذا هو السر بالقضية فأثير السؤال الملكة كانت صادقة في الشهاد قال له غير صادقة هذا الآن مبعث جدل عند المؤرخين العراقين المهم عبدالله دي تشليلة كتب الطلب إلى وزير الداخلية طون الجنسية العراقية والطال الجنسية العراقية ثاني يوم أصبح هو الوصي على العرش أي الوصي على الملك على الملك فيصل الأمير صار هو لازم إلى أن ننتظر لـ 53 يبلغ سن البلوغ حتى يصير ملك هذه الحالة غيرتنا الآن معادلات عبدالله في البداية حديث العهد كان ممكن يتلعب بيه السياسيين لكن مع الزمن قوة عودة الجيش ما بطل لعبة الانقلابات الجيش سوى انقلاب 36 والجيش قتل بكر صدقي والجيش رفض أن يقبض على قتلة بكر صدقي والجيش بدأ يشتغل من أجل قضايا أخرى هنا برز نجم صلاح الدين الصباغ وجماعته قضية الثوار مايس خادمنا الأمور كلها أنه تصل إلى رشيد علي والضباط لأن الحرب علت نحن 39 كان عاما صعب على العراقيين يعني الملك مات وجابه لنا وصي والحرب العالمية تندلع وإحنا مين بها القضية العراقيين منقسمين مع الإنجليز لوعي فرصن من سعيد فلسطين قضية شائكة الحقيقة قادت فيما قادت فيما بعد أن الجيش يتدخل بالسياسة يأزل الحكومة ويجيب رشيد علي يصير رئيس وزراء والإنجليز يخططون للإطاحة بي وغزوا العراق مرة ثانية وهذا حصل في مايس